المؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا الاجتماع الدورية للأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام للوقوف أمام المستجدات السياسية وقدت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام الاجتماع الدوري لها برئاسة الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ عارف الزوكا وقفت خلاله أمام المستجدات على الساحة الوطنية والتنظيمية بما فيها مجريات الحوار بين القوى والمكونات السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة واجدد الاجتماع إدانة الأمانة العامة واستنكارها الشديدين للمحاولات شق صف المؤتمر الشعبي العام مؤكدة أن المؤتمر الشعبي العام سيظل حزبا موحدا قويا ولن تنجح أي محاولات للنيل منه أو تمزيقه وحذرت الأمانة العامة للمؤتمر من مخاطر هذه المحاولات على الوطن باعتبارها مقدمة لتمزيق الوحدة الوطنية مؤتبرة من يسعون وراء ذلك يستهدفون أمن واستقرار وحدة اللمن وحذرت الأمانة العامة من دعم أي مساعم في هذا الإطار مؤكدة أن كل من يساعد على استهداف المؤتمر سيدفع ثمنا لمواقفه تلك وسيواجه نفس الاستهداف من القوى التي لا ترضى بالديمقراطية والعمل الحزبي المستقل وأسارض الاجتماع محظر اجتماعه السابق والتكلفات الخاصة بالقطاعات التنظيمية والدوائر التابعة لها حيث استمع الاجتماع إلى ما تم إنجازه في هذا الجانب واتخذ بشأنه القرارات المناسبة كما استعرض الاجتماع نتائج اللقاء الذي عقدته قيادة المؤتمر مع رؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام المنعقد الأسبوع الماضي والنتائج التي تم خضانها واتقدت الأمانة العامة عددا من القرارات التنظيمية المتعلقة بأداء قطاعاتها والدوائر التابعة لها كما أقر الاجتماع تشكيل لجنة خاصة من الأمانة العامة للإعداد والتحضير لحفل تكريمي ستقيمه قيادة المؤتمر للأستاذ فائق السيد الأمين العام المساعد للمؤتمر لفوزها بجائزة سيدة العالم العربي ترجمة نانسي قنقر